أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بالنسبة للدائرة المساجد الملكة عمر في رمضان لكن بعض الناس يهديهم الله في رمضان يجب أن يأتي الصلاة ولكن من يسالي رمضان صافي أو ثاني يسالي ذلك شيء ولكن كل عام بعدها تتبقى واحد نسبة ديال 30 إلى 40% تتبقى تصلي كتبقى مستمرة هذا هو الرباح لك رمضان ديال الصلاة والإنسان بناد ملابسة الصلاة لا يمكن أن يقطعه لأن من يقطع الصلاة تتسمى بحلها كيتلاعب والناس التي تصلي وتقطع أذكر عندهم لا يهديهم مسافي أتمنى إن شاء الله يكون خير إن شاء الله ما بعد رمضان وسائل الأيام لأن العبادات ليست في رمضان دائماً مستمرة والإنسان يخصو يكون عنده وعي ديني تكون شأن الأمية الدينية فالله سبحانه وتعالى في رمضان بغير رمضان والعبادات تكون من بعد رمضان ما رمضان إلا هو الشحنة من بعد الأيام الأخرى العادية فالإنسان لا يريد أن يكون هكذا يعني يبقى إلا الموسميات لكي يتعبد الله سبحانه وتعالى فالله في رمضان وغير رمضان فالإنسان يريد أن يحيد عليه هذه العادة سيئة والله سبحانه وتعالى يتقبل ما رمضان كيعطينا إلا فرصة باش نستمروا إلى آخر رمق كتبالية ظاهرة ما مزياناش ما مخصناش نقوموا بها وأغلبية الناس مواطنين كيقوموا بها الظاهرة في رمضان كيكون إقبال كبير على الصلاة وعلى الدعاء كيتوجه الإنسان لله كيبعد الإنسان على بزيف ديال الحويج كيتقرب الله كتار من بعد رمضان كنشوفوا تراجع كبير والناس ما كيبقاش مقبيرين على المساعدة بكترة السبب الرئيسي أن بعد شهر ديال الغفران شهر رمضان كيتشوفوا بزيف ديال الأبواب أخرى مثل الأشياء المراح والترفيه والملاهي وأشياء الدنيوية بسبب الإقبال على الصلاة والتديم بصفة عامة في رمضان فهو ظاهرة معروفة وشائعة كما كنا عرفوا أنه في رمضان الشياطين والمالد الشياطين تتم تصفيد ديالهم فالإنسان في هذه الأيام المباركة يكون هناك إقبال على التديم على الصلاة بصفة عامة وتيكون واحد جو عام ديال التديم هذا اللي كي خلز عما غالبية الناس لا شباب لا شباب لا أطفال كي يكون هناك إقبال على المساجد مع الأسف نطلب الله يهدينا جميعا بعد الأيام ديال رمضان كيكون واحدة رجع شوية على الصلاة والهدا نطلب الله عز وجل يهدينا وتبتنا هذا هو اللي كين تنتقسف للضائرة اللي أولينا دابا عايشي فيها لأنه كنا في رمضان تفارك الله كنا تنعيش بواحد الجو زوين مزاف ومنخذ رمضان أوليت واحد ضائرة يعني مؤسفة بزاف يعني أولا تقلل مصطلين تقلل مصطلين مزاف يعني أولا أقلية اللي تصلي اللي تشوفهم الجامع ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر